اهلا انا ساعر لانديكم في قناة كوتي كوروشي هنشتغل من فيديو مني هاردة واردة هنشتغل بالابرة ونشتغلها على قلم رفاوط الذي هنجيبه هنجيب قلم رفاوط هنجيب اي خيط قطع على الدماء مش شرط انه معين امس انت استغلونا في الطوف عائدنا هنسي الطرف بالشكل ده تده هلوفه على قلم رفاوط كده اول لفة كده اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة مئة تسعة عشرة تتوسط اثناشت تلستاشت أربعة توسط خمستاشت توسط خمان توسط خمان توسط مجرد احضر وشي اثنين وشي ثلاثة وشي خمسة وشي خمسة وشي خمسة وشي ثلاثة واحد تلاثة إثنين تلاثة دلاثة وشي خمسة ثلاثين خمسة ثلاثين يتلفها على الالة هسيب شوائي من الخيط وهجيب المقص هاقص الخيط هجيب ابرة التنظيف هلضمها في طرف الخيط هلضمها بالشكل ده كده وهيجي هنا نفس الجو اللي انا نهيت عنده الخمسة ثلاثين لفة هدخل بالقبرة من تحت بالشكل ده كده واعمل عقدة بالخيط هدخل كمان مرة واعمل كمان عقدة هلف الخيط كده بشكل ده كده هاروح عند الطرف التاني المقابل لي وهامل باوت عقدة واشتغل باوتو كمان عقدة ثبتها واشتغل باوتو كمان عقدة واعمل عقدة مونجة تصلي من هكذا هفيا الموقف ابرة بخيط ويجيب النص هنا يعني هدخل في الخيط برضو بس من النص واخدهم كلهم على الحفل على الخيط اللي انا عملته هدخلهم كلهم ودخلتهم على الحبل و هيكونوا معيه بالشكل ده كده دلوقت سهلضم الحبل على بعض الطرف ده والطرف ده هلضمهم كزا لضموا علشان تتبق في الظلالة ما تتفكش مني هتكون معيه بالشكل ده كده ورده بوردة البص من غير ما نستخدم الابرة طريقتها سهله و شكلها جميل ممكن انسي بدل خمس بثلات تعمليها بستة بثلات او ممكن لو عايز اتكبري حجمها عن كده بدل ما تستخدمي قلم واحد بتلزقي قلمين في بعض البلاستر وتعملي برضو على قلمين بنفس الطريقة ده لو انت عايز اتكبري حجمها عن كده ممكن نلزقها بقى على بانسة ممكن نلزقها لطوكا ممكن نزاين بيها اي حاجة طريقتها جميلة وبسيطة لو عجبكم الفيديو او استفادتم منه او اعملوا لايك و شير واشتراك في ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر